السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم انا فتحي من قناة ياسمين لتعليم الكروشي الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لو انت دخل قناتي اول مرة اضغطي على المربع الاحمر اشتركي في القناة وفعالي زر الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل جديد حبيب اللي بحبوهم جدا جدا وحشتوني جدا جدا الغرزة اللي فاتت كانت غرزة مفرغة زي الاجور التريكو بالزبط كانت حلوة قوي انا شخصيا عجباني جدا لو اتعامل منها هشالها هتبقى تحفى قوي 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 آآ المرة دي بقى قلنا ايه نغير شوية نعمل غرزة مقفلة شوية تنفع آآ كفية تقيلة تنفع آآ بلوزة رجالي تنفع كمان كفية رجالي لللي دايما بيحتاره في الغرز الرجالي الغرزة دي رجالي بامتياز وكمان حريمي في نفس الوقت يعني ده استخدمتي فيها اللون حريمي هتبقى حريم استخدمتي لون رجالي هتبقى رجالي الغرزة شيك جدا متمسكة مفيش فيها فراغات الغرزة سري دي يعني فيها بروز وهتشوفيها من الجنب مختلفة مش هطاول عليكو يلا بينا نبدأ ونقول بسم الله خيط بريس هو استوكات بس انا مش عارفة هو استوكات اني نوع من الخيوط هو تقريبا يعني حاسة ان هو شبيه بالهملايا صفتي كده فيه نعومة حلوة قوي مش مش مهير الخيط عادي تقريبا تقريبا زي هملايا هنبدأ بقى بالخيط ونشوف بسم الله انا هستخدم معاها ابرا رقم تلاتة هنقول بسم الله ونبدأ نعمل عقدة البداية اهو الغرزة دي انا هقفل عليها كده افضل ان انا هقفل عليها وشده الغرزة دي حبيبي هتبقى مضاعفات العدد ستة زائد اتنين يعني هعمل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة تمام يبقى مضاعفات العدد ستة زائد اتنين هكمل المضاعفات بتاعتي وارجعلكم خلصت هوا حبيبي المضاعفات بتاعتي عملت مضاعفات العدد ستة زائد اتنين تمام نبدأ بقى نعمل سلاسل البداية في السطر اللي جاي تلات سلاسل هلف في يدي كده ومش هدخل عندي الغرزة رقم اربعة اللي انا وقفت عندها لأ انا هدخل في اللي بعدها اللي هي الغرزة رقم خمسة لو عديته من اول البداية يبقى هي رقم خمسة وهنزل في كل سلسلة عندي وهعمل عمود بلفة اهو يبقى السطر ده كله عمود بلفة ومش هيتكرر معي يبقى سطر مش هيتكرر معي هو فقط تأسيس للغاز يبقى انا هشتغل السطر كله عمود بلفة زي ما انتو شايفين كده خلصت حبيبي سطر العمود بلفة زي ما انتو شايفين كده بعد كده هطلع السطر الجديد هطلع بتلات سلاسل هلف الشغل بتاعي تمام وبعدين العمود ده فوق سلاسل البداية هشتغل في العمود اللي بعده هعمل فوقه عمود وهنا عمود انا عايز اقول لكم حاجة ان انا يعتبر بديد بعمودين بس ولكن العمود اللي هيبقى هنا والعمود اللي هيبقى زيه هنا مش انا قلت مضاعفات العدد زيتة زائد اتنين يبقى عمود هنا في البداية عمود في النهاية هم دول اتنين الزياد اما الغرزة بتاعتي هتبدأ بالعمودين دول تمام خلصنا العمودين دول اهو هلف لفتين على الابرة لفتين وهدخل في العمود اللي عليه الدور من وراء كده اهو زي ما انتو شايفين كده من الخلف وهعمل عمود خلفي اهو يبقى انا عملت كده ايه عمود خلفي تمام هرجع بعد كده هبدأ الف كمان لفتين وهدخل العمود اللي بعده عليه الدور هدخل فيه واعمل كمان عمود خلفي يبقى انا عملت عمودين خلفيين اهو شايفين برزين ازاي بعد كده هدخل في العمود اللي بعده دول خلاص انا اخدتهم ما تتلخبطيش اخد بعد كده اربع عمودة متتالية ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة اربعة يبقى انا اخدت بعد العمودين الخلفيين اخدت اربع عمودة هلف لفتين واقرر نفس الحكاية هدخل هنا اعمل عمود خلفي اهو هلف لفتين والعمود اللي بعده شايفين اهو هدخل اخده عمود خلفي اهو وبعدين هاخد بعد كده اربع عمودة متتالية ادي واحد ادي اتنين تلاتة اربعة شايفين الشكل اهو تمام عمودين خلفيين اربع عمودين خلفيين اربع اقرر نفس الحكاية اهو لف لفتين العمودين الخلفيين طبعا هيبقوا سابتين معايا عمودين بلفتين اهو تمام كده هبدأ بقى اقرر الشغل ده عشان يبقى فيه البروز زي ما انتوا شايفين هكرروا لنهاية السطر وهرجعلكوا عند نهاية السطر خلصت الراوند اهو حبيبي وجيت هنا هيتبقى هنا عندي كام كام واحد اتنين وعمود البداية يبقى هيبقوا تلاتة زي اللي انا بديت بيه بالظبط هنا اتنين عمودين خلفيين وهنا واحد دي يجد يدخل هنا لا هنا ده العمود اللي انا واخده الخلفي اهو ادي واحد ادي اتنين وادي هنا اخر حاجة الاتنين اللي انا كنت ضيفاهم فوق مضاعفات الستة اللي هو عمود البداية وعمود النهاية ويبقى ده انتهى السطر التاني هعدل الشغل بتاعي كده لو تلاحظوا شايفين الاعمدة اللي كانت خلفية هنا ظهرت امامي اهي قدامي طيب هبدأ اطلع برضو بتلات سلاسل وهلف الشغل بتاعي تمام انتبهوا بقى معايا قوي كده انا مليش دعوة بيه العمود الاخير اللي هو فوق السلاسل مليش دعوة بيه انا ليا باول عمودين عاديين هنا انا هتغضع عن اول عمودين وهلف لفتين على الابرة وهروح لاول عمود امامي هم مع عمودين هون اللي كانوا خلفيين بقوا اماميين ظهرين قدامي هدخل في اول واحد كده واعملوا بقى عمود امامي اهو وسبت ايه سبت العمودين اللي كانوا هنا اتنين طب هسيبهم وهمشي لا مش همشي هلف في ايدي كده اهو شايفين هم بينين من هنا اهو ادي واحد هدخلوا كده من هنا اهو وبعدين هدخل في اللي جنبه مباشرة اللي هم العمودين اللي وراء طبعا اهو بقى عندي الشكل كده تمام طيب وبعدين هلف هلف عادي وهسيب ده عمود امامي ده كان عمود امامي هسيبه زي ما هو مش عمل فيه حاجة دلوقتي هدخل على الاربع اعمدة دول دول كانوا اربعة هدخل على اول عمود هعمله عمود عادي وتاني عمود هعمله عمود عادي اهو وبعدين الف لفتين وارجع للعمود اللي انا سبته ده هرجع ادخل فيه واعمل فيه عمود بلفتين اهو عشان يديني الشكل ده شايفين الشكل عامل ازاي ما تستعجلوش الشكل هيبقى حل وقوي تمام هلف لفتين فيه هنا جايلي عمودين بعد مش هما كانوا اربعة اشتغلت اتنين هنا باقي اتنين هنا اللي اتنين اللي هنا دول مش هشتغلهم دلوقتي انا هلف لفتين وهاخد واحد من العمود الامامي ده وهعمله عمود امامي وارجع ادخل كده للعمودين اللي كانوا هنا اهو ادي اول واحد اشتغله وقادي اللي جنبه اهو على طول اشتغله يبقى انا اشتغلت العمودين للا انا فوتهم فوت هنا عمودين عجعتهم تاني طيب العمود التاني الامامي اهو شايفينه مش هشتغله هدخل في اللي بعد اهو كم عمود بعده اربعة واحد اتنين تلاتة اربعة هدخل في اتنين بس ادي واحد ادي اتنين اتنين بس ولف لفتين والعمود اللي انا سبته ارجع له تاني اهو وعمله عمود بلفتين اهو شايفيني الشكل بقى اعمل ازاي كمان مرة نعيد اهو هنا بقي في عمودين كانوا اربعة اشتغلت اتنين بقي اتنين اللي اتنين دول هتغاض عنهم وهلف لفتين على الابرة وهاخد اول عمود امامي اهو وهعمله عمود امامي وهلف ارجع للعمودين اللي انا سبتهم هاخد اول واحد اهو وبعدين العمود التاني اللي جنبه تمام وبعدين أتغاضع عن العمود الأمامي ده ما اشتغلوش واشتغل العمودين اللي جايين وراه أدي واحد أدي اتنين وبعدين ألف لفتين العمود اللي أنا فوته الأمامي هدخل تاني أخذه تاني اهو تمام كده اهو وبعدين أفوت العمودين دول ولف لفتين واخد العمود الأمامي من هنا اهو فوت عمودين تحت أهم هدخل وأخدهم تاني أدي واحد وأدي التاني السطر كده أظن اتفهم سهل وبسيط مش معقد يعني اهو تمام كده هكمل بس اللي باقي هنا وهجو عمد آخر حاجة في السطر عشان ما يفوتكوش حاجة اشتغلت عمودين وفوت العمود الأمامي ده اللي هنا فوته ورجعتله تاني وأخدته أهو وآخر حاجة بقى اللي هي سلاسل البداية اللي كانت هنا هدخل فيها واعمل عمود النهاية نهاية الشغل وده كان شكل الراون تمام طيب الراون دي اللي بعده هطلع بثلاث سلاسل وهلف الشغل بتاعي أول حاجة هتقابلني هبص كده أول حاجة مقابلاني هنا اهو هو العمود الايه اللي كان بلفتين العمود الأمامي شايفينه اهو طيب أنا هعمل ايه هلف لفتين لأنه هو أول عمود وهدخل فيه وخليه خلفي عشان يفضل زي ما هو أمامي اهو هدخل فيه كده وأخد من حلقتين حلقتين لأنه هو ده أول عمود يقابلني طيب بعد العمود ده هلاقي فيه هنا أربع سلاسل أربع أعمدهم واحد اتنين تلاتة أربع هدخل في الأربع أعمد واعملهم أعمد عادي أدي واحد أدي اتنين أدي تلاتة وأدي أربع اهو هادي الأربع أعمد تمام طيب ما قابلني ايه هنا دول عمودين هم بس عمودين كانوا أماميين أنا هعملهم خلفين لو قلبت الشغل كده أهو هلاقي عندي ايه عمودين أهم أدي واحد أدي اتنين أهو هعمل ايه هنزل كده لف لفتين وهاخد أول عمود اللي هو عندي ده أهو شايفينه أول عمود طالع قدامي هدخل فيه كده أهو واخده عمود خلفي بلفتين طيب العمود اللي جاي مقابلني هو ايه العمود ده برضو الخلفي أو الأمامي هخليه أنا خلفي هدخل فيه كده أهو وهعمله عمود بلفتين هيجي قابلني هنا أربع عمدهم واحد اتنين تلاتة أربع هشتغلهم أربع عمد عاديين أدي واحد اتنين تلاتة أربع تمام هيقابلني برضو هنا عمودين آآ أماميين هشتغلهم أنا خلفيين أو لف لفتين وأول عمود هدخله من هنا كده أهو شايفينه هدخل كده وهعمله عمود خلفي بلفتين العمود اللي بعد هو ده هلف لفتين وهدخل كده من هنا من تحت أهو وهعمله عمود خلفي بلفتين بعد كده هيقابلني الأربع عمدهم هدخل عملهم أربع عمد آآ أدي واحد آآ أدي اتنين تلاتة أربع أظن نتفهم الروند ده خلاص أهو بصوا شكله هنا أهو هيبدأ يبين شوية ملامح الغرزة يبقى أنا أخلص بقى الجزء ده بسرعة وارجع لكم هل بصت الروند أهو زي ما انت شايفين بس رجعت لكم هنا عشان كان آخر عمود هنا كان عمود أمامي أهو فأنا هعمله لف لفتين وهدخل كده من الخلف أهو وهاخده عمود خلفي بلفتين وقوعوا وتنسوا إن فيه عمود في الآخر اللي هو نهاية الشغل بتاعي دول السلاسل هي هدخل فيها وهعمل عمود ما تنسيش العمود اللي في البداية وفي النهاية تمام؟ وده هيبقى شكل الشغل من الأمام وده هيبقى شكل الشغل من الأمام لسه الغرزة ما كملتش هطلع بتلت سلاسل وهلف الشغل بتاعي تمام؟ فيه هنا ايه؟ فيه هنا عمود أمامي تمام؟ أنا هسيبه وهدخل فيه العمودين اللي بعده هاخدهم عمودين عاديين أدي واحد أدي اتنين تمام؟ فوتت أنا العمود الأمامي ده هرجع له تاني هلف لفتين وهرجع له تاني واعمله عمود أمامي اهو تمام؟ هاجي لأربع عمدة دول أنا اشتغلت اتنين منهم يتبقى اتنين هفوت الأربع عمدة اشتغلت منهم اتنين يتبقى كام يتبقى اتنين هفوت الاتنين دول وهروح مباشرة على أول عمود أمامي في العمودين دول وهدخل فيه وهعمل عمود أمامي بلفتين وهلف كده وارجع اشتغل العمودين اللي أنا سبتهم أدي واحد أدي اتنين اهو تمام؟ أخدنا ده كده هرجع ألف كده وهنا أربع عمدة واحد اتنين تلاتة أربعة هدخل في أول عمود وهعمل عمودين بس منهم عمودين اللي أنا فوتهم هنا هرجع لهم تاني أهو هدي واحد هدي اتنين بدأ يتضح شكل الغرضه هو بيديني شكل سداسي زي ما انتم شايفين كده لسه هيوضح أكتر هرجع أفوت هفوت العمود الأمامي ده هفوته وهيخد دول أربعة أهم هاخد عمودين أدي واحد وآدي اتنين تمام؟ وهلف لفتين والعمود اللي أنا فوته أهو العمود الأمامي هرجع له تاني عمله عمود أمامي بلفتين هفوت العمودين دول مش هشتغلهم وهلف لفتين وهاخد العمود الأمامي في المجموعة الجديدة أهو والعمودين اللي أنا فوتهم هنا هرجع أخدهم أدي واحد آدي اتنين وبدأ شوية بشوية يتضح الشكل بتاعه أهو بصوا لسه برضو ما اكتمالش الشكل هوريكو هيبقى شكله إيه أكمل بقى السطر كده بنفس الطريقة اللي أنا ماشي بيها وأرجع لك حبيبي السطر أهو وجيت عند آخر حاجة علشان ما تنسوش دايما بعد ما عملت نفس الشغل اللي أنا اشتغلته ما تنسوش تاخده كده العمود اللي هو في السلاسل عشان يبقى ده آخر عمود هطلع بتلت سلاسل وهلف الشغل بتاعي ايه أول حاجة قبلتني أهو بصوا أول حاجة قبلتني عمودين عاديين أهو عمودين عاديين هدخل كده وهعمل العمودين العاديين أدي أول واحد اشتغلته وبعدين تاني عمود تمام بعد كده هيقابلني ايه هيقابلني العمود الأمامي هلف لفتين وهعمله أنا خلفي أهو هدخل فيه من هنا كده شايفين أهو خلاص احنا عرفنا بقى ازاي بنعمله أهو هعمله عمود خلفي بس ايه بلفتين تمام هيقابلني كمان بعده بعد ده عمود كمان أمامي أهو هاخده أنا خلفي شايفين أهو أهو بعدين هيقابلني أربع عمدة واحد اتنين تلاتة أربعة هدخل وعملهم أعمدة عادي واحد اتنين تلاتة هلف لفتين هيقابلني هنا عمودين أماميين هدخل أخذ أول عمود ملفتين خلفي وهلف وهاخد العمود التاني اهو ويتبقى عندي ايه أربع عمدة هدخل واخدهم أربع عمدة عادي واحد اتنين تلاتة الله مش عارفة ايه ده بيفلت لي كده أربعة تمام كده عشان ما نطولش في ضهر الغرزة لأنها بسيطة وسألة تمام خلصنا ضهر الغرزة هكملها بسرعة السطر وارجع لكم بص الغرزة بدأت بان سري دي ازاي شايفين شايفين بدأ البروز فيها يبقى جميل ازاي بس لسا كمان ما ظهرتش بس أنا كده يعتبر خلصت الغرزة بتاعتي ازاي ايه خلصت الغرزة أنا دلوقتي رجعت زي ما كنت بديت الأول بصوا كده أنا كنت بديه هنا تلات أعمدة عمودين أماميين أربع أعمدة عمودين أماميين أربع أعمدة عمودين أماميين أربع أعمدة بصوا كده السطر اللي أنا فيه بصوا أهو تلات أعمدة عمودين أماميين تلات أعمدة عمودين أماميين أربع أعمدة عمودين أماميين أربع أعمدة عمودين أماميين يعني أنا النقطة دي بالزبط هي نفس نقطة البداية يبقى أنا المجموعة دي هي اللي هتتكرر كل مرة بنفس الطريقة طب إحنا كنا بدينا عملنا إيه هفكركم أهو واحد اتنين تلاتة وهلف الشغل كده كنا بنعمل ايه كنا بنلف لفتين العمودين دول هاخد عمود منهم اهو واعمله عمود امامي وبعدين العمودين اللي انا فوتهم هدخل فيهم وهعملهم من تحت الشغل بتاعي اهو شايفين نفس اللي انا عملته هنا في اول سطر بالزبط وبعدين هفوت العمود الامامي ده وهرجع هاخد العمودين من الاربعة ادي واحد اتنين والعمود التاني الامامي اللي انا فوته هرجع اخده عمود امامي هاجي هنا في عمودين هفوتهم وهلف لفتين وهدخل هنا اخد عمود امامي العمودين اللي انا فوتهم هدخلهم من تحت كده. اهو. وهعملهم تاني. هشتغلهم عمودين. ادي واحد. وادي اتنين. وهكزا هقرر المجموعة دي. اقررها تاني. وهاجي بقى معاكم اوريكم شكل الاشكال السوداسية دي. بصوا الشكل كده لما حطته لكم شكله عامل ازاي? شايفين البروز اللي فيه حلوة قوي. طبعا طبعا دي بلوفا رجالي. اه هيبقى شيك كده وفيه بروز وحلو قوي. اه كفية كمان رجالي. اه والافضل كمان البلوزة بلوزة رجالي هتبقى في منتهى الشاك شايفين حبيبي? تعالوا نشوف بقى العينة. اشتغلتلكو عينة على سادة واشتغلتلكو عينة على خيط جنجا. عينة على الخيط الجنجا. مش عارفة يعني لو طفيت الاضاءة قللتها شوية ممكن يبين اكتر. شايفين? مش عارفة. يعني حاسة كده ان هو ممكن يبين شكل الغرزة افضل. شايفين الغرزة? اه من الجنب عاملة ازاي? شايفين الغرزة قد ايه هي متمسكة? مفيش فيها فراغات شايفينها من الجنب? اهو حطها لكو كده بس تشوفوها اوضح كمان. هننهي الشغلة عايزة النهاية زي البداية هنا اعمدة. هتكملي هنا اعمدة زيها. هتمشي فوق الاعمدة هتعملي اعمدة. زي اعمدة البداية هتدي فوق السطر ده سطر اعمدة. مفيش فيها اي مشكلة. شايفين جمال الغرزة من الجنب عاملة ازاي حبيبي? طيب تعالوا بقى نشوف اللي انا عملتها لكو على سادة. هادي العينة التانية اللي عملتها لكو على خيط آآ سادة. شايفين البروز بتاعها شكله حلو او ازاي? ده خيط مهير حبيبي على فتلتين. خيط مهير على فتلتين. شايفين الجمال? شايفين لو اتعملت بلوفر هتبقى تحفظ ازاي? ولو اتعملت كمان كو فيها هتبقى في منتاج شياكة. تمام حبيبي? بحبكو في الله بحبكو بحبكو. يارب تكونوا استفدتوا مني وكنت خفيفة على قلوبكو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.